بصفة عامة لازم نتابع ظهور قشرة الشعر دي باستمرار ليه؟ ليه بقول لكم الكلام ده؟ لأنه المواليد الصغيرين معظم الوقت بنكون مغطين رأسهم فترات طويلة وأنا في النقطة دي الحقيقة عايزة نصحكم بقى نصيحة بخصوص إن احنا نغطي رأس الطفل يعني دايماً المواليد الجدد عندنا يعني في بلدنا الحقيقة وفي البلاد العربية عندنا الثقافة دي موروث شعبي شوي إنه هو إن رأس الطفل تكون متغطية فأنا عايزة أقول لكم إن احنا مش لازم نعمل كده كتير أو بمعنى أدق نخلي موضوع تغطية رأس الطفل ده في أوقات الخروج مثلاً بس لما نيجي نخرج سواء خارجين في جو حر أو في خارجين مثلاً في مكان ممكن يكون فيه طيارات هوائية أو تكيفات أو ما إلا ذلك خلاص؟ إنما في أوقات تانية يعني وإحنا عاديين في البيت ودرجة حرارة البيت عادية ومفيش يعني طيار هوا معرض له الطفل ودي حاجة طبعاً منطقية ويعني لازم تحصل فمش لازم نبقى مغطيين شعر الطفل أو مغطيين قصدي راسه ومش شعر مغطيين راسه لأن فيه ناس كده على طول معتبراً أن الطفل المولود ده لازم نغطيه نلبسه حاجة على دماغه لا ده مش لازم زي ما بقولكو لما نبقى خارجين سواء كانت مثلاً الدنيا حر أو فيه طيارات هوائية أو ما إلى ذلك إنما بشكل عام زي ما بنصحكم تغطية راس الموليد الجدو الطول الوقت ده أمر غير صحي بشكل عام قشر الشعر عند حديثي الولادة بيزيد في الأجواء الحرة يعني كل ما تبقى الدنيا حر تلاقي القشر ده يزيد وبيزيد كمان مع العرق ولكنه ودي بقى نقطة جملة مهمة جداً قشر الشعر يختفي تماماً من تلقاء نفسه مع نهاية السنة الأولى إن شاء الله يعني من غير أي تدخل مننا